السلام عليكم متابعين الكرام الشيوخ العرب مشهورين على مستوى العالم كله وليس في بلدهم فقط حيث أن العائد الذي تحصل عليه الدول العربية من البترول والذي بأراضيها كافيا لارسفاع المستوى الاقتصادي للبلاد لذا في أجواء مثل تلك فإن عدد النساء التي يرغبن بالزواج من العرب ليسوا بالقليل حتى أن الأثرية العرب يمكنهم الزواج من اثنين أو ثلاثة نسوة فلقد انتشر في الأوينة الأخيرة مام الشيوخ العرب نساء شهيرات فامتلاك الرجال ثروات ضخمة يعد عامل جذب لبعض النساء فنشاهد سويا كيفية معيشة زوجات رجال الأعمال العرب سلما بناني سلما ملكة المغرب الأولى جذبت العالم كله بجمالها ولباسها وقد احتلت صدارة بقائمة لسماء المتبع أخبارها من قبل المغرب نتيجة هوسها بالترف والرفاهية ولدت سلما في عام الفين وتسعمائة وست وسبعين في عائلة متوسطة الحال قامت جدتها بتربيتها وذلك بعد وفاة والدتها عندما كانت صغيرة وهي الآن زوجة الملك محمد السادس حيث التقي في حفل خصفة في عام الفين وتسعمائة وتسع وتسعين وتزوج عام الفين واثنين الشيخة موزة هي واحدة من ثلاثة زوجات أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني وأنجبت سبعة أطفال من ملك قطر وحصلت موزة بنت ناصر على شهادة الباكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة قطر فقد وصل حبه لها إلى ذروتها لأنه دائما ما يحضرها معه أثاء نزهته خارج البلاد وإذا عجبت ملابس أحد العلامات التجارية يقوم بشراء العلامات التجارية بدلا من الملابس وهي أيضا من محبي الممثل التركي تاتلي توغ أتت الأميرة وفي السنوات الماضية مع موكب مكون من ثلاثين شخصا إلى إسطنبول وحينها أرادت احتساء الشيء مع تاتلي توغ بمطعم فندق إلا أن طلبها تمام مقابلته بالرفض نتيجة وجوده حينها خارج البلاد ومنذ عام 2003 أصبحت تتولى رئاسة مؤسسة تبلغ قيمتها 15 مليون دولار فهي امرأة لها نشاطات بالبلاد تميزها عن باقي الملكات العرب ويقوم مصممين الأزياء المشهورين بإعداد كل فستان حذاء وحقيبة ترتديها في أحد زياراتها لباريس قامت بارتداء ملابس جامل بول وحذاء كريسيان لوبيطال مزينة خسرها بحزام من اللؤلؤ والأنماص الأميرة هايا بنت الحسين هي الزوجة الأصغر للملك محمد بن راشد المكتوم والبالغ من العمر 64 عاما هو حاكم دبي المطلق ونائب رئيس دول الإمارات العربية المتحدة وهي أيضا ابنة مالك الأردن فقد عاشت الأميرة حياة كما تريدها تماما فهي واحدة من أكثر نساء شهرة في الشرق الأوسط بجمالها بالإضافة إلى ذلك اعتادت الأميرة أن تكون من الرياضيين الذين انضموا إلى الألعاب الأولمبية أسماء الأسد زوجة بشار الأسد التي تفضل دائما البعد عن الحرب داخل سوريا فقد كانت تذهب خارج البلاد نتيجة الحرب ولقد ذهبت سابقا إلى براغ أثناء الحرب وطلبت شمعدان بمبلغ 270 ألف إسترليني انتقدها الشعب بسبب حياة الترف التي تعيشها لذا أطلق عليها ذات القلب القاسي فهي لا تتناول حتى من مطاعم بلدها فهي أيضا تطلب طعامها من بلاد الغرب وتقول عن ذلك أن أطفالها الثلاثة لا يرغبون بتناول الطعام من المطبخ السوري هي تريد أن تجعل من ولدها رئيسا للبلاد حتى تزيد من ثروتها المغنية الشهيرة ريانا تعلق قلب المطربة ريانا برجل الأعمال حسان جميل البالغ من العمر 30 عاما الأمر الذي قد تم إنكاره في البداية إلا أن صورة التي التقطت مؤخرا قد أثبتت صحتها حيث ظهرت المطربة مع رجل الأعمال في وضع حميمي وداخل إحدى الفنادق الكبيرة يعرف حسان جميل بسعيه وراء مشاهيره ليود أمثل نعوم كامبل وغيرها إلا أن مسألة زواجه أوحت بالكثير من الأسئلة حول ذلك الموضوع ويقال أن ثروته تصل إلى 1.5 مليار دولار فهو يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لدى شركة العائلة التي تملك الوكيل الحصرية لشركة تويوتا وبهذا الشكل أصبح أحد رجال الأعمال المعروفين الأثرياء العرب لا يعرفون حدودا يبتعون طائرات ضخمة الواسعة وهي فارغة من الداخل ومن ثم يقومون بتطويرها حتى يزيد سعرها للضعف فعلى سبيل المثال الطائرة 800747 أطول طائرة بالعالم والتي كان سعرها 356.9 مليون دولار وبعد التطورات أصبح سعرها 700 مليون دولار دينا عبدالعزيز السعود هي صاحبة بوتيك دي اناي المشهور بالرياض والذي من أجله حضرت العديد من أسبوع الموضى إلى الآن لذا قام مصمم الأزياء بعمل تصميمات خاصة للأميرة والتي تشاهد العروض من الصف الأمامي منها شادور التي لم يكن أسلوب الموضى في الشرق الأوسط دائما ما ترتدي التنورات القصيرة حيث أنها لتفضل ارتداء البنطال فإن زوجة الأمير السعودي عبدالعزيز بن ناصر بنت عبدالعزيز السعود ولديها ثلاثة أطفال بنت واحدة وولدين توأم عاشا بتركيا لفترة طويلة الأميرة السعودية أميرة الطويل كانت تقود السيارة رغم مخالفة ذلك للقانون الذي يمنع قيادة النساء للسيارات درست بجامعة أمريكية ومن رأيها أن جميع النساء لها الحق في الاختيار بخصوص التعليم أي من النساء التي رفضن ارتداء الشادور فضلت ارتداء الملابس العصرية سارة بنت طلال بن عبدالعزيز تعرف بباربي السعودية الأميرة الشقراء تعيش في لندن منذ عام 2007 بدعوة أن السعوديين كانوا يريدون اختطافها وفي الوقت التي شعرت به بعدم الأمان ببلدها وجدت عردا بالإقامة في إنجلترا نشأت صراعة بينها وبين أخيها إثر تركي وليدتها لثروة قدرها 500 مليون دولار رانيا العبدالله الملكة رانيا تلك الطفلة الفلسطينية التي فجأة تحولت حياتها إلى قصة خيالية حيث التقت بملك الأردن الملك عبدالله في حفل عشاء نشأ بين الاثنين علاقة حب انتهت بزواج وبعدها بفترة قصيرة لم تتزاوز 6 أشهر فقد تزوج الاثنين في العشر من يوليو في العام 1993 أصبحت الآن من أكثر الأسماء معروفة بالعالم تجاوزت قادة العالم بأتباعها الذين تجاوز عددهم العشر ملايين وقد بذلت جهودا واسعة من أجل تحصين سورة المرأة العربية المسلمة لدى وسائل العالم الغربية وأنه الناس يحاربن للنهاية من أجل التمتع بالحرية فهي دائما ما تتصدر أخبار المملكة التي تتجاوز ثروتها ثروة زوجها في المجالة اليومية وهي أيضا تحتل المركز الثمانين في القائمة والتي أصدرت لأقوى مئة امرأة في العالم أنجبت ابنها الأول بعد عام واحد من الزواج ولد الأمير حسين عام 1994 ليصبح ولي العهد للمملكة الأردنية أي أنه بعد وفاة ورده سيتولى الحكم مهرى بنت محمد المكتوم ولدت في عام 1994 ابنة أمير دبي ونائب رئيس الإمارات العربية المتحدة وواردتها يونانية لديها شغف كبير في الحيوانات وليس بالرياضة فقط وبالأخص الحصان العربي الأصيل يعد جمالها وثرائها سببا لغيرة الكثير من النساء أما ثروتها فلا يوجد معلومات حولها وقد أوضحت من خلال صفحتها الخاصة تقديرها لجميع الآراء والأعراف المختلفة تجولت مع والدتها في الكثير من أنحاء البلاد أميرات تستحق الذكرى من دول غير عربية إليزابيث الثانية ملكة أنجلترا تعيش مع عائلتها في القصر الملكي منذ عام 1936 عند تولي والدها العرش تتمتع الملكة بالكثير من المقتنية الثمينة من المجوهرات وغيرها ومجوهراتها الشخصية تقدر بالملايين وتعتبر من أغنى سيدات العالم ثروتها تقريبا 535 مليون دولار كات ميدلتون زوجة الأمير ويليوم السيدة الثانية في القصر بعد الملكة إليزابيث الثانية فهي أميرة أنجلترا فقد تغيرت حياتها تماما بعد زواجها من ويليوم وأصبح لديها مسؤوليات الأميرة ودائما ما تتحدث وسائل الإعلام عن أزيائها تحب العطلة كثيرا وتحب تجول بين البلاد ولها ولزوجها الأمير ثروة كبيرة تقدر بالملايين أميرة السويد فيكتوريا تعيش حياة مرفهة وتهتم بزيها ومظهرها كثيرا فهي ولية العهد التي تلاحقها عيون أوروبا تزوجت بمدرب اللياقة دانيال بعد قصة حب دامت ثماني سنوات وجهت خلالها رفض والدها الملك كارلي السادس عشر من هذا الزواج ولكن في التسع عشر من يونيو في عام 2010 تزوجتها وتكلف هذا العرث بثلاث ملايين من الدولارات حضره العديد من الضيوف ويعتبر من أهم الأعراض في أوروبا شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الإعجاب به واللايك والاشتراك بالقناة إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جر الإشعارات حتى يصلكم جديدنا أولا بأول شكرا للمتابعة شكرا للمشاهدة